موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تتمنى انه فريقها يحقق الكم ده من الانجازات بس مش اي فريق الحقيقة لازم يبقى فريق بمقاومات ومواصفات النادي الاهلي عشان تطلع من بطولة حقق البطولة البعد اهلي العلامة الكاملة خلينا نقول العلامة الكاملة للنادي الاهلي طوال الموسم اللي فات والموسم الحالي في كل البطولات اللي شارك فيها حتى في كاس العالم الاندية وان لم يتوج لكنه حقق بداليا برونزية كانت كافية جدا ومرضية جدا لطموح جماهيرو بس سقف الطموح ده عالي شوية واملنا كبير ان شاء الله في كاس العالم الاندية اللي جاي في اليابان بشرفنا نجم النادي الاهلي كابتن احمد عادل اهلا بك محمد نور الدنيا والف مبروك طبعا اهلا بحضراتك وانا سعيد ان انا بموجود معك دايما وبتبقى في لحظات سعيدة النهاردة احنا بنختفل يعني في وقت كتير جدا بتشرفنا في السادسة بنتكلم في مطبات صعبة وفي صعوبات الفرقة بتاخدها وفي تلاح ومواسم وضغط مباريات وحالة اجهاد وبتعادلاء النهاردة احنا ناس فرحانة الحقيقة بشكل كبير جدا اكيد ده اللي كنت بتكلم مع حضرك في كل الحلقات قبل كده ان العيبة على قد المسئولية طبعا ببارك لمجل سدارة النادي الاهلي والكل جماهير النادي الاهلي البطولة العشرة والنجمة العشرة للنادي الاهلي وبطولة تضاف لدولاب تاريخ النادي الاهلي مع جيل انا بشوف انه من افضل الاجيال اللي هتمر على تاريخ النادي الاهلي وتحقيق انجازات مبروك للجهاز الفني مبروك للعيبة رجالة وفعلا على قد المسئولية كلهم نجوم يعني ما حدش يقدر يقول اسم حد وينسى حد بس انا الحقيقة عايزة ابتدي معاك شوية بمسلماني ليه؟ لانه في اوقات كتير جدا الرجل ده اتهاجم وانا اقبل انه يبقى فيه انتقادات اي حد بيشتغل في عام العام زي بالذات لما تكون في نادي بحجم نادي الاهلي وراء قاعدة جماهير تتخطط تمانين مليون ولو قلت على مستوى العالم ميت مليون مش هبقى ببالغ انت ممكن تكون محل انك انت تنتقد في اوقات كتيرة جدا لكن انه الموضوع يتجاوز فكرة الانتقادات ويبقى اساءة وتشكيك في امكانياته وتشكيك في قدراته ده اللي في اوقات كتيرة جدا كنت بعتبره صعب وما كنت شايف ليه مبرر لانه الرجل كان ماشي زي القطر يعني رجل مساعدة بتولى المسئولية يتولى في ظروف صعبة جدا ومع ذلك لم يخفق في اي مشوار بطولة اخذها مع النادي الاهلي النهاردة كان ليه صورة حابة بسمع تعليقك عليها الصورة دي هو انزلها على صفحته بالزبط البوست اللي حضراتكم شايفينه كتب فيه العشرة لديه السماع يعني تم توصيلها او تم تحقيقها وانه لما ربنا يبقى يعني هو المسيطر على كل شيء والمتحكم في كل شيء البشر ما يقدرش يعمل اي حاجة انا احتفظت بالصورة دي من تاريخ 28 مايو كانت علامة العشرة اللي حقق النادي الاهلي مبارح وكالت كفية النادي الاهلي تحمل ضغوطات كبيرة اوى كابتن احمد ورغم كده فضل ساكت ورغم كده فضل مركز في شغله ورغم كده اكتفى بانه هو يرد في الملعب وده اكيد هيرجع لمردود ان انت ماسك اكبر نادي في افريقيا واكبر نادي في الوطن العربي بتحقيق انجازات وبطولات بتبقى مطالبة منك على قد ما انت ماسك نادي كبير على قد ما هتتعرض لانتقادات كبيرة جدا لكن احتراما للراجل والفكره هو كان قافل على فكره بشكل كبير ووثق في قدرات نفسه ووثق في قدرات لعبته انا ازاي ما اقول لحضرائك المجلس دارة النادي الاهلي يعني بيوفر كل سبل النجاح لأي مدير فني هي منظومة طبيعية ان انت تنجح فيها لكن زي ما بنتكلم على اللعيبة ان عليها ضغوط زي ما بنتكلم على مدير فني اكيد عليه ضغوط مدير فني بيدرب ارقام وده اللي هيحسبه عليه مجلس دارة النادي الاهلي وبيفضل يعني مجلس دارة النادي الاهلي ما بيتحسبش مع المدير فني بالقطعة خسارة مباراة او تعادل مباراة سواء في الدوري سواء في افريقيا لكن هو في الاخر هو هيتحسب على البطولة وفعلا الراجل من بطولة لبطولة محقق البطولة التسعة ومحق البطولة العشرة فكل الحاجات دي ويندلب هيدل عن ان هو راجل شخصية قوية جدا راجل وثق في امكانياته وثق في فكره بيقدر يطبق اسلوب لعب او بيفرض اسلوب لعب على اي فريق واللعابة بساعدة اكيد بشكل جيد جدا نشوف صورة تانية لطيفة جدا كنت حابب برضو اهديها المسلماني الصحية لاني بيتسو يستحق دايما الافضل ثلاثة كؤوس افريقية حققهم بيتسو المسلماني كمدير فني واحدة طبعا حققها 2016 مع سانداونز والتانية حققها بيتسو المسلماني السنة اللي فاتت على حساب نادي الزمالك طبعا مع النادي الاهلي والتالت حققها السنة على حساب كايزر تشيفز انجاز يضاهي ويوازي انجاز زين الدين زيدان مع الريال الملكي مع ريال مادريد اكيد انجازات بتضاف له انجازات بتضاف له بتضاف له تاريخه وخصوصا انه هو محاق ثلاث بطولات افريقيا دي حاجة مش سهلة على اي مدير فني لكن بتكلم في ارقام انا بشوف انها مرعبة جدا ارقام انت بتكسب سيمي فاينال بتكسب زهاب وعودة وبتكسب فريق بتكسب زهاب وعودة في النسختين في النسختين وداد والترجي فلكن دي ارقام انا بشوف انها ارقام مرعبة جدا مع ان مستر موسماني نسبة التوفيق معه بشكل كبير جدا وهو شغال على ده يمكن انا كنت معترض لبعض التصريحات او اللي بيهاجموا النادي الاهلي او بيهاجموا اداء مستر موسماني او بيهاجموا طريقة الجوان اللي بيجابها لعابة النادي الاهلي لكن اللعابة بتشتغل على عمل التوفيق جهاز فني بيشتغل على عمل التوفيق وهنا كرة فيها توفيق وعدم توفيق طبعا لكن اللعابة مع الجهاز الفني مع مجلس الادارة عمر التوفيق ما هيبقى ملازمك اللي انت شغال عليه كويس صحيح لكن حتة حظة او بالصدفة او كلام دي لا ما فيش حاجة اسمها في الكرة كده والحظ ممكن يخدم مرة بس مخدمشه مرة 2 و 3 و 10 شغالين على عمل التوفيق كويس لكن ما فيش حاجة اسمها مدرب محظوظ او لا مدرب موفق او مش موفق اللعيبة بتشتغل على عمل التوفيق او لا ممكن كان في بعض الانتقاطات اللي سمعتها ومش استفزتني يعني ما كانش له داعي خالص الهدف بتاع محمد شريف اللي هو لعبها ودربت في العرضة ورجعت له تاني هو طبيعي كانت ممكن تطلع برا او ترجع لا هو ربنا كرمه او اكتهد فكرة رجعت له تاني فجابها جول فلكن اداء متميز طبعا من شريف ومن كل اللعيبة من افشة ومن كل اللعيبة يمكن عايز بارده رجع بالذكرة ورا شوية انا اتطمنت على البطولة النهاية الموجود داخل نادي الاهلي من موقف لان احنا كنا عايشين المواقف دي من موقف محمد الشناوي بعد مباراة الترجي في مباراة الزهاب لما افل طلع الصحفيين كلهم وما كانش مستني مدير فاني وما كانش مستني مدير كرة هيقول له هتعمل ايه لكن ده حصل فعلا انه هو طلع كل الصحفيين برا وافل على قط اللبس اللي بكلم مع حضرك فيها دايما ايه ولسه فيه مطش تاني من سيدي فيه مطش تاني وفيه شوت تاني في مصر لكن هم كانوا شغالين وما تشوف تصريح محمد الشناوي الحكاية بدأت من مباراة سان داونز الخامسة وما وعدوا جماهير النادي الاهلي وحققوها التسعة ووعدوا جماهير النادي الاهلي تاني كلعيبة وجهاز فني انه هو حققوه العشرة فدي دي دي بطولات وانجازات وهتضاف للعيبة اكيد طيب انا عايز اتكلم معاك على فكرة ان الفرقة استولت يعني فرقة النادي الاهلي النهاردة احنا قم نتكلم على فرقة مشروعة من موسم واحد بس مشروع بتتبناء دارة النادي الاهلي وحتى امل كبير جدا على فريق شاب فريق صاعد واعد زي ما بيقولوا كده وكسبة الرهان بدري بدري ببطولات حد سوالة حرج ربعية السنة اللي فاتت ان شاء الله تكمل بالخماسية بتاعة سوبر مصري وفي السيزن الجديد ان شاء الله بإذن الله مع دوري الابطال عندنا القدرة ان احنا نحسن سوبر افريقي تاني نروح كاس عالم تاني ونحسن دوري بكاس بس خليني اقول لك بقى تصريحات موسيماني نفسه بما ان احنا مع موسيماني دلوقتي موسيماني بيقول لك ايه اننا لغاية اللحظة راجل فايز ببطولة افريقي وخد كل البطولات اللي اللعب فيها مع نادي الاهلي لغاية النهاردة بيقول لك لم اصل المستوى الذي احلم به مع نادي الاهلي وبيشكر بيقدم شكر للخطيب على انه وثق فيه ومش بس كشخص بيتسو موسيماني ولكنه كمان بيشكروا على انه حط الثقة فيه مدرب افريقي وقال انا كان عندي قدرة في المناسبتين ان انا احسن بطولة دوري الابطال مرة على حساب مدير فني بورتغالي اللي هو باتشيكو مع نادي الزمالك والتاني مرة على التوالي على حساب ستيورد باكستر مدير فني الاسكتلندي الكايزر تشيفز فبالتالي ان الاوان هو بيوجر سهل افريقي ان الاوان انه افريقيا تثق في اولادها زي ما وثقت في محمد صلاح وساد يوماني اللي قدروا يجيبوا بطولة دوري ابطال اوروبا لنادي ليفربول دي رسائل مستر موسيماني وتعليقه على موجة الهجوم اللي اتعرض لها اكيد كانت حاجة جديدة حاجة جديدة على مستوى افريقيا ان مدير فني افريقي من داخل القرى افريقية انه يمسك النادي الاهل لكن زي ما بقول حضرتك دايما ان مستر موسيماني كلامه وتصرحاته انه عنده اهداف كبيرة جدا عنده طموحات كبيرة جدا بتتماشى مع طموحات والسياسة النادي الاهل عشان كده بتلاقي في الاخر فيه بطولة لكن تصرحات انا بشوف ان اي حد عنده الطموح او عنده هدف ما بيحطش سقف للطموح كنا احنا بنمر ببداية فترات كبيرة جدا كنا بلسا حقاين بطولة وبنرجع فمنخش بطولة تانية انا استوقفني التصريحات دي لانه حمد الكامعة ثقافة وعقلية انا بتوقع ان حد فايز بكل الالقاب دي وخاتنا ببطولة دوري الابطال كان منتظر يرد او يهاجم على كل منطق دي او المسيئين دي في الفترة الاخيرة لكنه ما تكلمش كده وتكلم على الاهداف اللي هو عايز يزحقها مع النادي الاهلي خلينا نتكلم اكتر عن فرقتنا وعلى مستوى اللي وصلنا لي مع مستر المسلماني وعلى فرحتنا بالتتويج بس بعد ما نروح لفصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن احمد عيد احمد عبد احمد عبد احمد عبد будем ابب عبد احمد عبد احمد عبد اهلا بيك ده جزء من احتفالات الاهلوية في فلسطين طبعا جماهرية عريضة جدا في كل الحق العالم والمطشن براح الحقيقة تابعوا كل جمهورنا دي قالي في كل مكان في العالم ده ده صبرت دايما من خارج مصر وفي كل دول كل الدول العربية هتلاقي جاليات مصرية كتير واغلبية اهلوية وانا شفتوهم بشكل كبير جدا خارج خارج مصر ويمكن بيوصلوا اتنين او تلاتة مليون خارج خارج مصر وفي الدول العربية فاكيد بتبقى فرحة كبيرة جدا وبتهون الصعوبات اللي عندهم يعني يمكن فرحة النادي الاهلي او فرحة الفوز بدور الابطال بتهون الصعوبات اللي بيوجهها حتى برا او ده المتنفس الوحيد صحيح انه النادي الاهلي بيفرحهم يمكن دي الحاجة الوحيدة اللي بتفرحهم ودايما كده شوفهم فرحانين ان شاء الله وفي لقطات تانية ما تشوفهاش غير في النادي الاهلي برضو يعني لقطة لما اللعبة استلمت الميديليات وراحت حطتها على رقبة كابتن محمود الخطيب شوفنا لقطة مبارح مشابه خلينا كده نعرض لحضراتكم لقطة لطيف سلفي لطيف كده اتخذ على هامش بطولة مبارح كابتن محمود الخطيب طبعا رئيس مجلس الدارة وعضاء مجلس الدارة النادي الاهلي وتيشرت محمود الخطيب الرقم الشهير طبعا رقم عشرة اللي بالمناسبة زي ما كان رقم الأسطورة في عهد اللاعب محمود الخطيب اتحول لرقم أسطوري جديد بس فيه سجل رئيس النادي الاهلي محمود الخطيب بيبو رقم عشرة واحساس اللاعبين بالدور والمسؤولات جبيرة جدا مش بس كرئيس النادي الاهلي كواحد من أساطير الكرة في النادي الاهلي كابتن أحمد ما أكيد تحقيق كابتن الخطيب وهو رئيس النادي الاهلي للبطولة ده يعني بيدي مرضود أن دايما مش كابتن محمود الخطيب اللي هو اللاعب الأسطورة لكن بقى أسطورة في الإدارة بتحقيق البطولات وبتحقيق الإنجازات بتشوف اللعبة بتلتفح حولين منه زي ما بتشوف مجلس الإدارة بتلتفح حولين كابتن محمود الخطيب ودي ممكن أبسط حاجة تحصل لكابتن محمود الخطيب وخصوصا هو لعب أسطورة وخصوصا هو رئيس النادي لكن مش أي حد بيقعد على كورس النادي الاهلي أو بيجلس على كورس النادي الاهلي لكن بقيمة كابتن محمود الخطيب وتحقيق الإنجازات والبطولات مش دوري ودوري أبطال أفريكا بس لكن كل البطولات ده بيحقق نجاحات كبيرة جدا وبيدي مرضود للناس لأنه أسطورة حتى في الإدارة مع طبعا مساعدة ومساندة بشكل كبير جدا من أعضاء مجلس الإدارة أكيد مجلس الإدارة قوي عارف مهامه كويس عارف مبادئ وقيم النادي الاهلي كويس وبيشتغلوا على البطولة وبيوفروا كل سبل إمكانيات النجاح للعيبة والجهاز الفاني عشان كده في الآخر هتلاقي بطولة أكيد مبروك للكابتن الخطيب والمجلس الإدارة إنجاز كبير جدا ومبروك لكل جماهير النادي الاهلي واللعيبة طبعا مبارح بالليه كان الناس بتقول 11 يا أهلي يعني يعني عارف لأما فعلا بعد إحنا بعد التسعة يمكن ما حالت التسعة قالوا العشرة يا أهلي وده بيوصل للعيبة يعني للمعلومة برضو أن ده بيوصل للعيبة وبيحط على عاطقهم مسؤولية كبيرة مسؤولية كبيرة وفعلا اللي عيبت تبقى خد بالك برضو فيه حتة شوية جمهور الأهلي يعني حسها أنه البطولة اتمنعت علينا كتير يعني من 2013 للسنة اللي فاتت الأهلي بيوصل فينال وبتحس أن البطولة معربة منك جدا وفي آخر لحظة بتروح فإنها تبعد عنك كل فترة دي دي حاجة احنا متعودناش عليها وإن كنت تأخذها سنتين وراء بعض أعتقد منهم واحدة على حساب طبعا المنافس التقليدي نادي الزمالك وهو واحد من أقوى الديت قارة أفريقيا بالتأكيد برضو كان لها طعم ومزق قص جدا أكيد جمهور النادي الأهلي زي ما في شعارها دايما على الحلوة والمرة معاه فعلا كنت على المرة قبل الحلوة مع النادي الأهلي وصلا زي ما حدثك دول دي أنا بشوف أن دي أحسن مكافأة على مدار سنتين واللعبة كان عندها ده كان عندها أنها فعلا عازت تعود جماهيرها وخصوصا لما بتشوف إخفاقات أو نتاج أو خسارات لا بتلاقي اللعبة عنده حسن الظن بتلاقي مسندة جماهيرية بشكل غير عادي حتى أكتر من أنهم حقق البطولة بتلاقي مسندة في الأزمات مسندة في المواقف الصعبة أكتر من أنهم حقق البطولة فدي حاجة مش جديدة على جماهير النادي الأهلي عشان كده هم يستهلوا كل حاجة كويسة يستهلوا كل فرحة وبقول لهم طبعا تفرحوا حققوا كتفرحوا وفعلا أنتوا خير ساب بورت أو مسندة للعيبة واللعيبة وصل لها دوت وفعلا اللعيبة بتبع عنده حسن الظن تعال نشوف بها ردود الأفعال في العالم كله يعني الحقيقة العالم كله احتفل بإنجاز النادي الأهلي وبتحقيق النجمة العشرة في تاريخه نستعرض مع حرارتكم كده سريعا جدا مع كابتن أحمد عادل وهو موجود معنا في الستوديو أهم عنوين الصحف العالمية يعني نوارت أو بروزت إنجاز النادي الأهلي بتحقيق النجمة العشرة في تاريخه يمكن نبتدي بسكاي سبورت الأهلي هو الملك في أفريقيا ويحقق اللقب العاشر في بطولة دوري الأبطار البي بي سي سبورت طبعا الأهلي المصري يهزم كايزة شيدز 3-0 ويحقق رقم جديد يحقق الرقم بطولة العشرة أو التتويج العاشر في بطولات أفريقيا نروح لموقع أسباني كابي الأسباني الأهلي يحكم القرى الأفريقية بعد رفعه أو فوزه بلقب دوري الأبطار للمرة العشرة في تاريخه طبعا فرانس فانكاتر الأهلي المصري يهزم كايزة شيدز ويحقق الرقم جديد أو اللقب جديد هو اللقب العاشر في دوري أبطال أفريقيا في موقع IOL ده يمكن أحد الموقع الجنوب أفريقيا بيتسو موسيماني مع الأهلي يصحق كايزة شيدز عشان يفوز باللقب العاشر في دوري الأبطال وطبعا ده موقع البطولة المغربي الأهلي يقضي على حلم كايزة شيدز المنقوس ويحقق اللقب العاشر طبعا يمكن ردوز الأفعال كتبت كتير جدا وطبعا يمكن دي أهم العناوين اللي رصدناها في الساعة الأخيرة على اللي تكلمت طبعا على تتويج وفوز الندي الأهلي بالنجمة العاشرة مسؤولات كبيرة ورغم أنك أنت بتحقق إنجاز كبير جدا يعني حلم كبير لأي نادي نوعي حقق بطولة دوري الأبطال أنا بعتقد نادي زي كايزة شيدز مثلا لو لقد الله كانت حقق البطولة دي كانت لاحتفلات في كايزة شيدز أو في جنوب أفريقي هتقعد وتستمر الأيام وشهور لكن أنت بتحقق اللقب بعدها عطول بتقفل الصفحة بتريح الفرقة 48 ساعة عشان ترجع زي ما موسيماني بيقول لقب أو بطولة الدوري العام المصري هي البطولة الأهم وتركيز كله منصب عليها في الفترة اللي جاي ما ده فعلا اللي بيشتغل عليه الجهاز الفني وبيشتغل عليه اللعيبة إنه على طول قفل الصفحات وده يمكن كده هتشوفه في فترات كبيرة جدا لتصرحات كابتن ساد عبد الحفيز إنه هو إنه إحنا بناخد كله بطولة ببطولتها لكن إنه إنت بتحقق دوري أبطال أفريقيا وبترجع عندك بطولة مهمة زي الدوري فدي هادي مقاومات البطولة اللي بتبع عند المدير الفني بتبع عند المجلس الإدارة بتبع عند اللعيبة إنهما على طول بيقفلوا الصفحات وبركزوا من الفرحة ما بتاخدهمش بعد يومين أو بعد ثلاثة يام هتلاقي تركيز كبير جدا مطس البنك الأهلي المطس اللي جاي أكيد هيبه فيه تركيز كبير جدا في بطولة الدوري وإنهما بيلعب على البطولة إن كل بطولة أكيد بتضاف والنادي الأهلي مش جديدة عليه أنه حقق دوري عام وقريبا إن شاء الله هتحقق دوري عام ومحقق بطولة أفريقيا فدي إنجازات اللعيبة بتشتغل عليها كويس المدير الفني بيشتغل عليها كويس وزي ما بتشوفه تصراحات مسترموسماني إنه على طول هو لسه موصلش للسقف راجل محقق دوري أبطال أفريقيا وزي اللي انت لسه موصلش للسقف تموحاتك مع النادي الأهلي لكن دي مقاومات النجاح اللي إزاي ما بقول لحضرائك بتبع عند المدير الفني وعند اللعيبة وفعلا مش كلام لأ هم مشغلين على دوري كورة الأهلي بقت غير يا كابتان أحمد يعني تحديدا يمكن كنت بكلم معك إنه من الساعة البريك اللي خدته الفرقة الست أيام اللي قبل ماتش رادس بتاع الترجي وبداية من ماتش رادس لغاية ماتش نهائي دوري الأبطال أنا شايف إنه الفرقة بقت ما شاء الله ما شاء الله فائقة قوي اللعيبة كثير جدا فعلى مستوياتها لأول مرة من فترة طويلة بقيت تحتار لما تيجي تختار تشكيلة النادي الأهلي اللي تبتدي بيها المباراة الأهلي على مستوى الأداء والنتائج مكسر الدنيا يعني أنا متهالي من ماتش رادس لغاية مبارح مكلم على 19 جول مسجلوا النادي الأهلي ثلاث أهداف بس دخلت مارمانا لعبت تقريبا في الفترة دي ماتشات كل لها صعبة سواء كنت بتكلم عن ماتشات دوري المحلي أو ماتشات بطولة دوري الأبطال وقدرت تنتزع النجمة العشرة من أنياب كايزة تشيف صبعا عن حصان الأسود في بطولة أفريقيا أكيد لو هنتكلم فنيا أنت بتتكلم عن نادي الأهلي أنه هو في التشكيل الأساسي هو محافظ على القوام يعني محافظ على قوام التشكيل الأساسي اللي هو ما بتغيرش منه واحد أو اثنين ولزروف الطرارية سواء لو فيه إصابات سواء لو فيه حتى فيه تبديل مثلا المسلمين عايز يدخل حد مثلا في ناحية اليمين أقرب مثلا مكان هاني لكن التغييرات أو الروتشم مش هتلاقيه في كتير جدا عشان كده هتلاقي الأداء على طول في ارتفاع أنت عندك مفاتيح اللعبة برضو فنيا هي فاقة فاقة مع النادي الأهلي ومفوقة الفرقة بتتكلم على شريف بتتكلم على طهر بتتكلم على أفشة بتتكلم على التلت الأمامة حسين الشحات اللي ممكن بقى له مطشين أو ثلاث مباراة ما بشوف يعني برغم الفترة الأخيرة والانتباطات اللي كان بيتعرض له حسين لكن دي ميزة من ميزات اللعبة الكبيرة أنه هو بيقدر يجيب نفسه تاني ويرجع بيقدر يكسب فريق النادي الأهلي ودي الميزة الميزة أن أنت عندك مفاتيح لعب النادي الأهلي اللي أنا بشوف أنها من أفضل الحاجات اللي بيملكها فريق قوي أن أنت عندك ستة أو سبعة مفاتيح لعب أن أنت بيقدر يكسبوك في أي وقت عندك علي معلول جبهة قوية جدا هنا الفريق اللي هينفسك أو اللي هيلعبك أو اللي هيلعب قصادك هو مش عارف يوقف مين ولا مين او هيقفل على مين السؤال بلا اسألوك بس بعد الفاصل او هسمع منك اجابته بعد الفاصل ازاي اللعيب يجي سنة او سنتين في النادي الاهلي وياخد الروح دي ويكسب شخصية النادي الاهلي تيشرت النادي الاهلي بتزود اللعيب ازاي ازاي كنت بكلم على افشا ازاي كنت بكلم حتى على عيبة سنة اولى اهلي زي بدر بنون زي طهر محمد طهر زي اكرم توفيق زي حمدي فتحي صلاح محسن سيزن اتنين سيزن اللعيب بيجي الاهلي اللعيب كويس وليجب ومقاومات كبيرة جدا وتيجي تشوف حاجة 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 تانية خلص خلينا اسمع ردك واجابتك على السؤال بس بعد ما نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول طيب زي ما كنت بقول لحضراتكم في فترة قصيرة جدا وده يعني دي اللي بنترجمها على طول كده بالمصطلح حدارك روح الفنية للحمر لكن هو بجد روح الفنية للحمراء دي لها مرضود تقدر تترجمه لها حاجة ملموسة يعني ولا الكلام ده مجرد شعرات لا تعالى نبص كده على العيب زي افشا جي الاهلي من كم موسم وفي خلال قد ايه بقى محمد مجدي افشا ما نفضماتش مبارح واحد من اهم صنع اللعبة في مصر ان لم يكن اهمهم من وجهة نظري المتواضع جدا يعني مش مش امر ملزم لأي حد تعالى نشوف محمد شريف سنقول اهلي الولد عامل ازاي السندي زي حمدي فتحي لعيب زي قليو ديانج جي الاهلي من قد ايه وفي خلال فترة قد ايه بقى قليو ديانج اللي العالم كله النهاردة بيتكلم عليه وغيرهم وغيرهم مش بكلم على انا مازج انا بكلم على فكرة بكلم على فالسافة بكلم على طريقة شغل وخصوصا كمان انه لازم نحط في الاعتبار ان الفرقة دي عانيت من صعوبات كتيرة جدا اخر فرقة مخلصة الموسم اللي فات ابتدت بعد الموسم الاخير دخلت على مسابقات الموسم الجديد على طول فيش مسابقة دخلتها الا ما حققت لقبها اتعرضت لضغط مبارات كبير جدا وهي اكتر فرقة لو كلمنا على المستوى الدولي المصري مثلا اكتر فرقة في مصر لعبة مطشاط تترجم ده بقية كابتن احمد وخصوصا زي ما قلت حك يعني نقطة من اول السطر كده بالذات كمان من مرحلة بداية مطش رادس مع الترجل التونسي في طولة افريقيا ده بيبقى السبب الرئيسي فيها س увер احمد قدت لبس قدت لبس واللعبة الكبيرة اللي داخل قدت لبس يمكن ده اللي بيسهل على اي لعب جيد او على اي صفقة جديدة ان هو بيخش في نفس الاج bleach حاجة برضه بدون الحاجات في قدت لبس هتلاقي لعبة دي كلها بتخرج مع بعض اللعبة دي كلها بتخرج مع بعض هتلاقي خمسة ستة خارجين مع بعض برا الملعب هتلاقي سلوكياتهم مع بعض أو هم في بيوت بعض دايما في أي مناسبات مع بعض الأهم هنا من قبل جوة الملعب إحنا برا ملعب عاملين إزاي أي لعيب جديد هتلاقي الشنو بيلمه هتلاقي وليد سليمان بيلمه هتلاقي السلية بيحتضنه لكن في مشاكل برضو هتلاقي اللعبة دي هي اللي بتتصدر وهي اللي بتلم المشاكل لكن هنا قدة لبس النادي الأهلي تسهل على أي لعيب جديد إنه يمشي في نفس الطريق مع اللوايح مع النظام بتاع النادي الأهلي هو على طوله هو بره هو بيسمع مبادئ النادي الأهلي قيم النادي الأهلي خلال النادي الأهلي بطولة النادي الأهلي بتيجي إزاي لكن لما بيجي وبيشوفه وبيشوف إن اللعيبة الكبيرة اللي هو كان بيشوفها من بره وبيشوف الأهلي بياخد بطولة إزاي بيجي يلاقي ده فعلا في الملعب وفي قط اللبس فأكيد لازم غصبا عنه حتى لو هو دماغه فيها إيه هيمشي في نفس الطريق ويمشي في نفس المقاومات دي عشان كده مش هتلاقي مش هتحس ان اي لعيب غريب على الفرق البدر بنون لسه جاي وبتشوفه تحس انه بيلعب له خمس ست سنين علي معلول بيلعب كميته ماشية مع الفرق اللعيبة معتمدة عليه بشكل كبير جدا الكرة رازم بتعدى يمكن فنيا شوية اللعيبة اللي في نص الملعب العمود الفقر هي اللعيبة اللي مفروض الكرة تعدي عليها زي قفشة لكن بتشوف هنا اللعيبة عندها ثقف عالي فجابها مهمة فبيدولوا السكة هو بيستمد سكته من اللعيبة فكل اللعيبة لما بيقع على قلب رجل واحد مش هتحس ان اللعيب صفقة جديدة او صفقة مش جديدة مع الشغل اللي بيشتغلوا مع المدير الفني مع بيشوف مجلس الادارة لما كابتن الخطيب بيبقى موجود في كل تمرين بيموجود في كل السفرية فدي حاجة مش سهلة وحاجة مش هينة غصبا عنه لازم هيتحمل المسئولية ويخش في نفس الطريق اللي ماشي في الفريق اكيد كلهم كانوا نجوم بس مين من وجهة نظر كابتن احمد عدل نجوم مطس مبارح انا انا اكرم اكرم طبعا اكرم انت متحيز للمكان ولا متحيز لأكرم لا لا اكرم الله لا لا اكرم لانه فعلا على قد المسئولية فعلا على قد المسئولية لعيب عنده شخصية لعيب نديل اهلي ممكن كنت بكلم مع حضرك يمكن انت حضرك برضو من فترة عمال تدي اكرم والجماهير كلها بتدي اكرم انا مش انا اكرم وده رأي جمهورنا دي الاهلي يعني دايما بعكس دايما صوت الجماهير لا ده هو عمل باس كمان السروق طبعا عمل الاسس الاولاني يعني كله كان واخد على الاكرم ان هو باور وفتنس وروح لكن عمل باس حاجات ان يستان اي باي وقود تحمل الضربة اللي خدها في الطرد بتاع كايزر تشيفز ده لعيبة كتيرة جدا ما كانتش تكمل ماتش طبعا هو راجل على قد المسئولية بتحطه في مكان برضو مش سهل لان انا جرب تلعب في المكان ده محتاج مجهود كبير جدا لكن اكرم من مباراة مباراة بيستمد سقط المكان وهنا المكان ده صعب اقول لحضرك مجهوده كبير جدا لكن اكرم وسل المرحلة ازاي هاجم امتى ادفع امتى اقف امتى اعمل كروس امتى ارجع اعمل باس تاني فدي حاجات اكتسبها من افضل جيل اكرب بتحب تضيف اسمائها تانية شريف طبعا محمد شريف شريف اه لا شريف افشة السلية عالي معلول لا لعبة كتير طبيعي جدا في كورة القدم القعدة يعني انك انت تاخد بطولة بطولتين من اللي انت بتشارك فيهم لكن انك انت يبقى جمهورك بيطلب منك انك كل بطولة لازم انك انت تاخدها ده شيء ما تلاقيهوش غير يمكن في النادي الاهلي بعد التتويق بالعشرة كان زي ما قلت لكم معظم الاصوات بتكلم في الحداشر اهلي تعال نشوف كده لا تلطيفة جدا الواحدة انا بيتاني انها من اصغر مشجعات النادي الاهلي يمكن يفتحها تانية في الدنيا لقيت الاهلي بيتوق بكل بطولات كترسالتها ايه للنادي الاهلي ولعبته بعد ما فزنا بالبطول الحداشر اهلي اهلي انا مبسوط انا مبسوط انه انه في جيل جديد انا قلت لكم كل بطول او كل كاس وكل درع الاهلي بيحققوا بيبقى واحد من اهم المكاسب عنده انه في جيل جديد بيفتحينه على رياضة وعلى بطولة وبيعرف يعني ايه نادي الاهلي فجزء كبير من الموضوع مرتبط بانك انت بتزود قاعدة وبتزود جماهيرية وبتزود شعبية وبتخلق عند جيل ثقافة انه انت دايما لازم تنافس انت دايما لازم تكون صاحب مركز اول ودي سهلة مهمة جدا مش بس في الرياضة دي في كل حاجة في الدنيا فيعني شيء مفرح الحقيقة انه المركز الاول هو الهدف وانه المركز التاني ما يفرقش معنا زي وزي المركز الاخير لا انا بشوف ان انت قاعدة جماهير النادي الاهلي زادت من بعد 2004 يعني شوف كم مليون اتولده كم مليون شاف النادي الاهلي وهو من بعد 2004 متسيد متربع متسيد عرش افريقيا مسيطر على كل البطولات هنا انت قاعدة جماهيرك اكيد زادت بالملايين وده اللي بيرجح كفتك في عدد الاحصائيات والزيادة ان انت على طول متربع على عرش افريقيا فالناس محتاجة تفرح وفعلا النادي الاهلي بيفرح جماهيره اكيدا التهاني من كل مكان في العالم للملك ملك ملوك افريقيا جات من اكبر اندية العالم الحقيقة تهنيئة للنادي او تهاني مختلفة للنادي الاهلي تعالوا نستعرض مش اقدر نستعرض كلها لانه مع الوقت مش هيسمح لكن خلينا نبتدي بالفيفا يعني لنا طيق الانتظار حتى نرحب بكم في نسخة كاس عالم للاندية ده طبعا صفحة الفيفا على الفيسبوك طبعا صفحة الـ Total Energy الكاف شامبيونز نازي نفسها شامبيونز النادي الاهلي طبعا اول نادي على الاطلاق يحقق لقب عشرة مرات طبعا لقب بطولة دوري الابطال نازي الاهلي طبعا تهنئة كمان من اتحاد المصريا لمص Tibor K buna الوجه تهنئة لنادي الاهلي بمتاسبك حصوله على لقب العشر Manchester City طبعا إنجليزي تهنينة لنادي الاهلي ده على تويتور التهنينة لنادي الاهلي المصري على تتويجه بلقب دوري الابطال أبطال إفريقيا المرة العشرة في تاريخه الشقيق باير ميونيخ طبعا علاقات كبيرة بتربط بين أهلي وباير مينشن على مدار السنين طويلة جدا نوجه تهنيئة باير ميونيخ للنادي الأهلي تهنيئة للنادي الأهلي المصري الفوز بدوري أبطال إفريقيا المرة التانية على التوالي والعشرة في تاريخه اليوفي يوفينتس نبارك للنادي الأهلي المصري فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العشرة في تاريخه شيلسي أهلا وسهلا إن غدا لنظره قريب زي ما بيقولوا جماهير النادي الأهلي مستنية طبعا تواجهة شيلسي أتمنىها المراضي يكون مواجهة في النهائي يعني مش لازم نصطدم ببطل أوروبا دايما في مرحلة نص النهائي طبعا إفريقيا تتزاين باللون الأحمر مثلما تزاينت أوروبا باللون الأزرق طبعا بعد فوز شيلسي بلقب دوري الأبطال ده جزء بسيط جدا من ناس كثيرة جدا روما بعد تهنئة الهلال السعودي بعد تهنئة كثير من أندية طبعا العربية والإفريقية والعالمية بعد التهاني للنادي الأهلي على التتويق باللقب العشر وفي انتظار المشاركة طموحاتك إفل بالمناسبة في كاس العالم الأندية لا أتمنى يمكن زي ما كنت أتكلم مع حضرك في الفاصل إن احنا نقابل شيلسي في الفاينة يعني دي عشان نكسر قاعدة البرونزية البرونزية بقت خلاص بقى عادي بقى زي ما بطول الدولة أبطال بقى عادي بقى يلا خدنا العشر يلا الحداشر فأنا أتمنى أن احنا نقابل شيلسي في الفاينة إن شاء الله يعني دي دي حاجة طبعا أنا بوجه الجماهير النادي الأهلي من حقوقك تفخروا بناديكو من حقوقك تفخروا بلاعبتكو تفخروا بمجلس الإدارة تفخروا بجهاز الفني زي ما نتشايفين أكيد كل دول يعني كل أكبر فرقة في العالم بالتهني والتبارك للنادي الأهلي وتصنيفه عالميا أكيد هيتقدم إن شاء الله فدي حاجة مش من فراغ طبعا طبعا كل التوفير النادي الأهلي ويا بغت اللعيبة أعتقد يعني بعد نهاية الموسم فيه بالتأكيد حالة دعم هتحصل لسفوف الفريق فيا بغت اللعيبة الجديدة اللي هتنضم وهتلبس تيشرت النادي الأهلي هتدخل كده مرة واحدة تروح تلعب في كاس عالم الهندية دوارت الدنيا كابتن أحمد مبروك مرة تانية على النجمة العشرة ومبروك للعابتنا كانوا قد المسئولية وكانوا رجالة كانوا عند حسن الظن ما شكناش للحظة فيه مطبات كتيرة بالمناسبة صعب عدت عنينا في البطولة لكن في ولا لحظة الحقيقة شكنا إنه عندنا قدرة على التتويج وقد كان الحقيقة وحقق النجمة العشرة في تاريخ النادي الأهلي الحمد لله ومبروك لكل جماهير النادي الأهلي مبروك للمجلس الإدار مبروك للجهاز الفني للعيبة فعلا كان على قد المسئولية ودائما كده مفرحين جماهير النادي الأهلي دائما ودائما مزيد من البطولات إن شاء الله مبروك لحضراتكم افرحوا واسعدوا عندنا 48 ساعة عبل ما الفرقة ترجع 80 مرة تانية ونبتدي نفتح صفحة الدوري العام المصري اللي بتهيألي طبعا هو الهدف الأول ميستر موسيماني واللعابة النادي الأهلي كل شكر لكل مسئول في النادي الأهلي وعلى رأسهم طبعا كابتن محمود الخطيب صاحب المجهود الوفير وحالة الدعم المعنوي والمسندة الكبيرة جدا واللي لو لها الحقيقة ما كانش يمكن عندنا القدرة على التتويق بالبطولتين بشكر حضراتكم بشكر جمهور النادي الأهلي بشكر نجوم النادي الأهلي الجهاز الفني والطبي والإداري بشكر كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي صاحب البصمة الواضحة في تحقيق إنجاز العشرة والنجمة العشرة في تاريخ الأهلي